السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون ومع سلسلة السابقين والنار دا للحلقة رقم 17 ولقام عمالة بتجري وبنقول يا جماعة إلحاوا نفسكم فرصة العمر قدامكم علشان تفوزوا بعطق الرقاب من النار وبالفوز بالجنان والفردوس الأعلى ويعني نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وربنا يباري فيه جميعا رب العالمين ويغنمنا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يعني لو الإنسان غني من ليلة القدر لمدة مثلا 20 سنة فتخيل 20 سنة لو قلنا ليلة القدر ب84 سنة وكسر فمعهن هي أفضل ليلة القدر خير من ألف شهر فلو قدرنا حتى أن هي كانت ب85 سنة ب84 سنة فلو فوزت بيها عشر سنين يبقى كم سنة؟ 840 سنة كأنك عيشت 840 سنة في عبادة طب لو فوزت بيها 40 سنة كأنك عايش 1680 سنة في عبادة الله جل وعلا يعني عمره أكبر من عمر سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلحى نفسك فرصة عمرك الفرصة الأخيرة اعتبرها كده اعتبر الممكن يكون ده أخر رمضان في حياتك ممكن تكون دي أخر ليلة في عمرك ممكن تكون ليلة القدر هي الليلة اللي ممكن الإنسان يقبط فيها فيلقى الله عز وجل وقد فاز بليلة القدر خلي الهمة عالية وخلي القلب دايما موصول بالله سبحانه وتعالى علشان ربنا يكرمنا وكرمكم ويجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى تعالوا نكمل علوه همة الصبيان الصبيان يعني دي مسؤولية كبيرة جدا المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمانوا كوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإنسان مطلوب بيننا جماعة أنه يحافظ على زوجته وعلى أولاده وعلى رعيته لأنه هيتسئل لأنه لو ما حفظ عليهم هو هيتضيع نفسه وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه رائحة الجنة يا سبحان الله رحت الجنة حتى تحرم عليه ليس الجنة نفسها رحت الجنة حتى تحرم عليه فدي مسؤولية يا جماعة ممكن إنسان يقف بين يدين ربنا صحة تعالى يوم القيام والحديث في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلى ليس بينه وبينه ترجمان فانظر العبد أي من منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأ ما منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر ترقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشك طمرة ولو بكلمة طيبة تيجي ومن ياما تلاقي أعمالك لما ربنا حسبك أعمالك عش على عش لكن تسأل بقى عندك رعية عندي يا رب زوجة وبنتين وولدين مثلا زوجتك لبس الحجاب لا والله يا رب أنا مرضيك شخص ما عليه أنا قلت يا تقتلع الأول وتلبس إيه براحته وبناتك برضو نفس الحكاية يعني ما فهم زي يعني طيب وولادك كانوا بوصلوا لا ما كانش بوصلوا بس أنا قلت يعني إن شاء الله هيكبروا وأعرف الغلط من الصح تضيع نفسك وممكن تخش النار بسبب الزوجة والأولاد والبنات كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعاية ما يعني أنت كنت راجل طيب وتلاقيه فعلا راجل طيب وبوصل للصلاة الخمسة في المسجد وبيحج وبيعتمر وبيزكي وبيكلم اليتامة لكن مضيع رعيته بيته ضيع فيجي يوم اليامة ممكن يخش النار بسبب زوجته وأولاده عشان كده بيوم تربية الأولاد دي مسألة مهمة وبتيجي تربية الولد من إمتى أحد السلف جاله واحد وابنه مولود بقاله شهر قال له أنا عايز أربي الولد ده أربيه إزاي قال له فاتك القطار قال له إزاي قال له خلاص فاتك القطار قال له تربية الولد تكون قبل أن تأتي بالزوجة نفسها إزاي أنا بحسن اختار الزوجة اختار الزوجة الزوجة دي عبارة عن هي عبارة عن الأرض الصالحة التربة الطيبة إنت النهاردة لو جيت لقيت واحد مثلا على سبيل المثال راح يشتري أرض بور أرض ما لاش لازم خالص لا تصلح للزراعة ولا الصناعة ولا لايه حاجة وراح يشتناها مثلا بنص مليون جنيه تقول أكيد إنسان ده غير عاقلي بصدق ده فيه ناس ممكن يروح يشتري واحدة بور إنسانة يعني لا تستطيع أنها تربي ولده ولو ربته تربيه على الفساد عيازا بالله ورغم ذلك يدفع فيها مليون واثنين مليون جنيه كمان ليه لأنها جميلة وبس جميلة وليس عندها دين إيه لازمتها النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها تختار لنا إيه رسول الله قال فاذفر بذات الدين تربت يدك والحديث كما قال أهل العلم خرج مخرج الخبر يعني مش معلها لأنت المتوسط تجوز لازم توفر لأربع صفات عايزها جميلة عايزها عندها فلوس عايزها ذات حسب ونسب عايزها دينة لا الموضوع مش كده خالص لأن كل الحدي مش هتنفعك إلا إذا كان عندها دين انت عايز واحدة عندها مال ليه وبازع الأولى ما لقى على بعض الكمناطق الفضية الاسم اس واحد بعت والله وكتير جدا بالمنظر ده واحد بعت عايز أريد أن أتزوج زوجة عندها شقة وعندها وظيفة يعني عندها شقة وعندها وظيفة أنا عايزة تسرف عليك أخذ بالك وده بفكرني كده بطرفة كان نشرها في أحد الجرائد واحد عايز تجوز فمنازل الإعلام مزارع في الخامسة والعشرين من عمري يريد أن يتزوج من فتاة ريفية تبلغ من العمر عشرين سنة تمتلكوا جرارا زراعيا فالرجاء عند الموافقة إرسال سلطة الجرار أخذ بالك يعني هو مش عايز الزوجة هو عايز الجرار طب انت بتعملي بفلوسة يعني أخذ بالك لا انت لازد يكون حريص على انه يكون زوجة دي نسيبك من فلوسة والراجل يعني بياخد القاومة بتاعته من حاجتين أخذ بالك من بينها المال انفاقوا على زوجة الرجال يقاومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم بلازم الراجل هو اللي ينفق مش هو اللي ياخد واخد بالك طيب ولو جميلة الجمال ما بيدومش ولو حتى دام مجرد ان انت تتعود ان انت تنظر إليها خلاص بتتعود الجمال ده بيزوح بعد فترة ما هوش جمال بالنسبة إذن فالجمال يزور ولا يبقى طيب والحسب والنسب ممكن الحسب والنسب ده يتحسب ضدك بقى يعني واحدة أبوها عم ده ولا فهم ازاي ولا كده ولا مركزه كبير وجوزتها شيء طبيعي لازم يحصل الخلاف بين الزوجة و الزوجة كان بيحصل الخلافات في بيت النبع السلام طيب مع أهل الخلاف ومع الإعلام النهاردة اللي يصور للمرأة ان انت راسك برأسه فزي ما هو بيتكلم تتكلمه هو بيقولته يعني في كده يعني فلو غيرت فيها بتغلط فيه إلا ما رحمه الله سبحانه وتعالى حصل الخلاف راحت لأهلها أهلها لو عندهم ناس بقى وحسب وناس بقى من عينة القوم ولو كان الدين عندهم يعني رقيق شوية واخد بالك هقول له عدو من جاوزك سيد سيدو ولو جيه هنعمل فيك وهنسوي فيك ده اين ما عملوش يعني إيه اللي يفيدك من ورده كله بها فضفر إلحق فوز بذات الدين تري بتدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أحمد وابي داود بسند صعيح رحم الله رجلا النبي بيديه لك بالرحمة وفوق ده كله بيقولك كمان يعني هتبقى انت وزوجتك يعني في الدنيا كده المكتوبين في السماء من الذاكرين الله كثير من الذاكرات رحم الله رجلا قاموا من الليل فصلى وسمى رجل لأن الرجولة الحقيقة هي أن انت تحافظ على رأيتك تحافظ على زوجتك تعينهم على طاعة لبنا فيه فرق بين الذكورة كنوع وبين الرجولة كصفة وأنه خلق الزوجين الذكرة والأنثى ماشي فيه ذكور كتير جدا لكن الرجال من المؤمنين رجال لهم وصفات صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحمه ومنهم من ينتظر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر لا وإقام الصلاة وإهتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هل تقول لك وجاء رجل من أقصى المدينة والآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل هي ذي الرجولة الرجولة الحقيقية رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء في الرواية الثانية فإن قام الزوج الزوجة وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا الله شو بقى دخال بقبت بالمنظر ده زوج بيصح زوجته فمش عايزة تقوم قوم يا حبيبتي قوم يا ننوسى قوم بيدلع زوجته بقى حلاله يقول لازم مش يفضل بقى هو بقى أيام الحب والغراميات اللي كان عاملها في الجامعة واخد بالك يفضل يقول للبنت اللي كان ماشي معها ستوانط مشروخ يقعد خمس سنين يقول لها الكلام ده ويوم ما يتجوز ما يقولش لزوجته غير يا أمو محمد ويامو إبراهيم ويامو مش عارف ايه ومش عايزة تقول لها كلمة بحب ولو هي في يوم من الأيام يعني قالت هالو بتحبني يا فلان مفيش مانع يعني حتى كلمة الحب يعني يبقى بستخصنة طب يعني زكت انت عمال تقولي الكلام ده في الحرام من بقى أولى بقى سمع ولا في الحلال ربنا يبار فيه وكل ده في منزل حسناتك وزي ما قلت لك قبل كده أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية عشان حياة تستقيم عشان حياة ايه تستقيم فسبحان الملك فأتيجي النهاردة تلاقي الزوج والزوجة عايشين في البيت فتخيل بقى المنظر الجميل ده زوجة ونيمة وزوجها قيمة صحية قومي يا حبيبتي فما قمتش قومي يا نانوسا قومي يا كاتكوتا قومي يا لوزا يا فوزي يا أي حاجة يعني 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 ده اللعب اللي يحضروا من أسباب ما قمتش بترطيف صابعا بكل رئة ورحمة وحنان يجيب كباية مواسعة وحطوا ترطيف صابعا كده وينضحا كده فتخيلها فتخيل قيمة يوم قيمة قومي يا حبيبتش نصلى ركتين ربنا يبارك لفيك يجمعني بيك في الفردوز وميحرمنيش منك سبت الكل يومتين حلوين طب في المقابل بقى ورحم الله مرأة قامت من الليل فصلت وعدل ايه وراحت تزحى سجا بقى فهو ما امشي قوم يا روح قلبي مش عايز يقوم قوم يا لولو يا حبيبتش اي حاجة بقى طب تدلع فيه زي ما عايزة فما امشي طبعا ايه طب نضحى بترطيف في ايديها وردو فوش عشان تصحي تكون اخت بس منفعل شوية عندها شوية اخلاص طب مسك الحل دلقها تطلق تدع علي لا بنقولنا ايه بترطيف صابعة ربنا ما فيه فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تب الله عليك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هل ممكن طول الليل العمين بيصلوا وقيام ليل وبكاء وخشوع وذكر الجنة والنار ويصباح الصبح يتخلقوا مع بعض عشان بيتم فور سكر ولا رز طبعا ده محال يعني ورزانك البيوت بتمقى منورة البيوت اللي ملينا قيام ليل وطع وعباد الله اكبر كان سيدنا ابو هريدة كان هو وزوجته والخادم بتاعه كان واحد اسمه ابو عثمان النهدي كان استضافهم عنده اسبوع قال فكانوا يقتصمون الليلة ثلاثا الزوجة او الخادم والخادمة تقوم تصلي تلت الليل وبعدين تصحي زوجته فتصلي تلت الليل وبعدين زوجته تصحيه صلي تلت الأخير وبعدين الثلاثة يفضلوا صحيه يصلي الفجر بيت منورة وكان هناك رجل اسمه الحسن يعني سبحان الله الحسن ابن ابراهيم وعلي ابن ابراهيم الحسن كان يصلي هو واخوه وعليه دوت ومعهم أمه هذا الرجل كان بيصلي تلت الليل وامه صلي تلت واخوه صلي تلت ماتت أمه فقسموا الليل يعني يعني بفهم ازاي ما بينه هو أخوه فمات أخوه فهو يصلي الليل كله قام بالليلة كلها زبوب يعني فسبحان الله هذه البيوت اللي كانت منورة بيوت ما شاء الله ما شاء الله بيوت كانت عمرانة بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرجع على موضوعنا نشوف أمثلة جميلة جدا جدا المثال اللي جاي اللي عايزين نذكره سيدنا سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص كان صغير في السن لما أسلم ولما تسمع كلمة سعد بن أبي وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم تتخيل أنه كان كبير جدا في السن هو يعني كان يوم احنا بنذكر عنه القاص ستذكره كان سبعتاشر سنة وخبالك ولكنه أسلم قبل ذلك كمان يعني فالمم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضي لما أسلم تعرض لمأساها ايه المأساة اللي تعرض لها سيدنا سعد بن أبي وقاص تعرض لمأساها أن أمه كانت على الكفر وكانت مصممة تصميم جازم أن ابنها يرجع تاني يكفر بعدما أسلم طيب يمين شمال مش مقتنعة فرحت قيل له كلبة ما فهاش يعني رحت الزكاء بيقول له أتزعم يا بني أن دينك يأمرك بحصن الخلق قال أجل يا أمه قالت إذن خلص أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين قال أجل يا أمه قال إذن خلص المشكلة انتهت فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم شوف ما بفيه الزكاء يعني طب هو بيقولك أن ديني بيأمرني ببر الوالدين طب ما لا هسيب ديني مش بعندي ببر والدين بقى المهم راح اتمهدي ده قالت له لو ما طرقتش جينا محمد صلى الله عليه وسلم سأمتنع عن الطعام والشراب فتعيرك العرب بأنك قاتل أمك وهو كان سعد المبقص حتى في الجهلية يا جماعة كان مشهور جدا بحيطة بري الولدين يعني كان مشهور جدا كان بيضرب بالمثل المهم سعد المبقص أما تعرض لما أسادية قال يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما طرقت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو داعي براحتك بقى فنفزت لألته وامتنعت عن الأكل المدية يومين لحد أغشي عليها وقعت الأرض فقام ابن الله اسمه عمر فأطعمها وسقها فقامت تدع على سعد المبقص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما ولكن ايه وصاحبهما في الدنيا معروفة بنقول النهاردة كتير من الشباب والأبناء والبنات لما بيجوا يلتزموا إلى الأسرة مش ملتزمة فعلى طول في ساعتها ممكن مع شوية مضايقات ولو بسيطة جدا خلاص يسيبوا الالتزام اللي لابس خمار تقلع على الخمار واللي لابس انقاب تخلع النقاب واللي كان ابتدى يلتزم يترك الالتزام ليه؟ إرضاءا للوالد والوالدة مع أن عندنا أصل من أصولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان أين كان أين كان هذا المخلوق طاعة كل إنسان على وجه الأرض مقيدة بقيدين ليه؟ المعروف والاستطاع يعني لو جاء الأب أو الأم قالوا لك مثلا أب مثلا جاء بيقول لك يا ابن ربنا بر فيك تروح تشريلي علبة سجايل في اللحظة دي تطيع ولا لا ما طعوش ليه؟ لأنه بيأمرني بمنكر بيأمرني بمعصية فأنا لا يعني ربنا صلى الله عليه وسلم قال وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب ما قالكش هات سجارة قالك هات حلال ما فيش مشكلة قالك يا ابني أنا عايزك تشيل العربية بتاعتي فوق دماغ وتوصلها للميكانيكي برضو لا ليه؟ لأنه ما فيش من دمش في استطاعتي أنا مانش هراق لي يعني يا خبالك فما قدرش تشيل العربية بحاجتين مقايدة بحاجتين المعروف اللي يكون بيأمرني بحاجة فيها طاعة لله أو على الأقل ما فيش معصية لله تكون من أمور المباحة الحاجة الثانية يكون في استطاعتنا لعملها لو ما كانش دي ولا دي ما ليش طاعة علي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك بمعصية ولا يأمرك بما هو فوق الطاقة بفضل الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع أن ساعد ببناء وقصة الشباب ويبنات فبت ووقف واعتز بدينه وما فرقش بدينه أبدا عشان خاطر أمه النهاردة بنقول لكم إثباته إثباته ربنا بارك فيكم لكن معنى كده برضو برضو بندها وصية برضو الحبابنا من الشباب والبنات أنه مش معنى أن الأب والأم رفضين أنه أنت تلبسي خمار أو رفضين أنه يعني بعد ما حتى ما لبستي مش موافقين وزعلنين منك مش معنى كده بنتاخد جانب وتكرهيهم وتاخد بقى موقف ولاء وبراء ومش عاف إيه وتتبراء منهم وتعملهم أسر ومعمق بالعكس إحنا عايزين نخل بيوتنا لما نجي ننقل لهم الالتزام ننقل لهم بكل رحمة ننقل لهم الأحاسيس الجميلة بلاش الشاب لما يلتزم والبنت لما تلتزم أن يروح البيت يقلبها نار يقول دول عايشين بيعملوا حاجات فيها مخالفات شرعية وفيه كذا وفيه كذا وفيه منكرات فأنا هغير بالعافية طيب كده الدنيا كلها تتقلب وفي نفس الوقت احنا هنفقد بقى رضى الأم والأب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند التبراني في الكبير بسلد صحيح الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع أن احنا بدنا نقل لأحاسيس الجميلة بدل ما تخش تقول لولدك ووالدتك ده حلال وده حرام وده منكر وده غلط وده وده طب ما نقل لأحاسيس الجميلة طب ما بدنا ما خش أقول لأمي إيه التمثيلية تفرج عليه ده حرام إيه الفيلم ده ده حرام ده ممكة طب ما جاء بطريقة تانية داخل على والدتك وأنا بديك حاجات ممكن ما تقراش في كتب إنما هي من تجارب الحياة تخش على والدتك لقيتك تفرج على فيلم مثلا إزاي كستكول عامل يا حبيبتي ربنا يا باركلي في عمرك تخش تبوز دماغها وبوز إيديها والله استكولي لك النفس وحشاني ونفسي أعد أتكلم معاك بس طب ممكن أوهضت صوت التلفزيون وتوطيلي يا حبيبتي فيه أنا مش عايزة نعود مع بعض أحسن شوف أنت جبتها إزاي وقعد بقى دردش معاها ستة كل كنت قاعدة مبارح في درس والشيخ كان بيتكلم عن الجنة وبيقول كذا ما شاء الله وكان بيتكلم عن لقاء الله سبحانه وتعالى ودرجات الجنة ولقاء النبي على السلام بتحب النبي يا أمي طبعا بتحبيه وقعد دردش معاها عن نعم ربنا وآلاء الله سبحانه وتعالى والجنة والنار وحببها في الدين ونقلها الأحساس الجميلة دي ولو كنت بتعامل أمك وابوك معاملة حلوة قبل الالتزام تخليها مضاعفة بعد الالتزام خدت بالك المسألة عاملة إزاي أذكر قلت لكم في حلقة فاتت إن الشاب اليهود اللي أسلم وحنا في أمريكا لما أحد المشيخ بيسأله بيقول له أمك زعلان أنت أسلمت أو أبوك قاله بالعقصة فرحانين جدا فهو لما سأل أم هذا الشاب انت زعلان أنه أسلم قالت له أبدا ده أنا فرحانة جدا أنه أسلم قال لها ليه يعني قالت له قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتنني وما يسمعش كلامي وكان بيبهدني وكنت بعض أدعي له نار أني ربنا يهدي ولما أسلم فجأت لأته داخل بيبص راسي بيبص إيدي ويسمع كلامه مورين يا ستة كل تحت عمرك اللي أنت عايزاه أنا طوعك فسألته أنت يا ابن إيه اللي حصل لك قال لها أسلمت قالت له أسلمت قال لها أه قالت له بس خلاص حلو خليك على كده مدام الدين ده بإمورك بالأخلاق الحلوة دي خليك كده هي دي الدعوة العملية جماعة هي دي الدعوة العملية أن أنت تنقل الأحساس الجميلة لبيتك زى يعني يعني سبحان الله ده بيفكرني بشاب كده كان المسألة واخدها زى ما قوله كده لكل غربان ليه شد يعني كان واخد الموضوع بقى عافية وخبط ورع وكلام ده كلهم جي في يوم الأيام ربنا أكرمه والتزم فبقى أشد من الأول وبقى الدنيا عندهم قفلها تقفيلة صعبة جدا وكان هو شغال في بلد ووالد ووالدته قاعدين في بلد تانين فالمهم كان بينزل لهم يوم خميس وجمعة أجازة فكل يوم خميس يجي بقى يشينطي البيت ده كله داخل ايه المنكر تفرج عليه ده حرام عليكم هتخشوا النار ربنا هبلع فيكو حيات كده يعني فحاضر حبيب أنت في التبزيزيات فيها بنتي شويتين اللي أسبوع اللي بعده انت إزاي مش لابس حجام انت ربنا هبلع فيك انت شع فيه حاضر حبيب أنت في حجام إن شاء الله اللي أسبوع اللي بعده فالأم بقت في رعب بقى بالنسبة لها يوم الخميس والجمعة دول يعني دول من أصعب أيام حياتها فمرة من مرات هو جاي من بره بس جايه متأخر شوية فما كانش صلى صلاة المجر قط وقفل على نفسه ومن كتر ما يعني غايب على البيت بقى له أسبوع فمش باخد باله ومستعجل فإيه مدي ظهره للإبلا وراح نصلي خدش باله منتجه للإبلا فأمه بقى راحت قال لأخوه خش حبيبي شوفه عمل إيه النهار ده جنب إيه جديد النهار ده لحسن كل خميس يجينا بحاجة جديدة فلا لا تدخل كده وتسحب وراح فتح الباب وراح قفلت أنا قال لها أبشر يا حجة ويكون فيه إحسان في المعاملة يعني الموضوع مش موضوع إن الأب رافض والأم رافضة يبقى إحنا خلاص بينا أعداء لا بالراحة وباللين وبالإقناع والمعاملة الطيبة وتوصل لهم يعني أنت التزمتي كنت بتساعد أمك في بيطة ولا لا لا والله قبل الالتزامك شو بعمل كده طب بعد الالتزام لا ده أنت بقى تكوني خادمة عند الأم اخدميها وعودي يخسللها ومساحلها واضبخي لها ونظف البيت وعملي وقت موية حط رجلها فيها ودعكينها رجلية وتبطبع عليها وحب حسس الأم بنعمة الالتزام تقول الله ده الالتزام ده كل رحمة يا رب كل أولاد ناس يلتزم هتحببون في الالتزام نحن نكون صورة عملية بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف مثال تاني جميل برضو من أمثلة علو الهمة عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا عبد الله ابن عباس يا جماعة يعني بذل جهد لا تتخيروه في طلب العلم ودي هنجيها بقى لمنين الكلم عن أعلمه والهمة في طلب العلم عبد الله ابن عباس كان صبيا صغيرا ولاما صغيرا وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان دايما يروح له البيت ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتأخر أبدا عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حضر الأمة وترجمان الكرآن رضي الله عنه وأرضاه عزيزي نسكو برده مثال جميل جدا جدا وقع في غزو البدر احنا لسا نكون شواء بنتكلم عن سيدنا سعد ابن أبو وقاص كان ليه أخ صغير اسمه عمير ابن أبو وقاص خبالك ناس كثيرة بتسأل بتقول الله هو سعد ابن أبو وقاص بنسمع أنه هو خال النبي صلى الله عليه وسلم صح كده آه بنسمع كده طب هو خال النبي بالفعل يعني أخو أم النبي على السلام لا خاله لأنه كان من قبيلة بني زهرة وبني زهرة كانوا أخوال بني النجار فأمه أم النبي على السلام من بني النجار وسعد ابن أبو وقاص من بني زهرة فبني زهرة أخوال بني النجار فكان يطلق على سعد ابن أبو وقاص أنه خال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما كانش أخا شقيقا لأم النبي صلى الله عليه وسلم مودي معلومة كده على المشهر عشان تبقى واخد بالك من المسألة دي سعد الماء وقاص كان ليه أخ صغير اسمه عمير ابن أبي وقاص كان عنده حوالي دي حوالي 12 سنة 12 سنة وانتوا عارفين نبع السم كان لا يجيز أحدا يدخل الجهات إلا إذا كان عنده حوالي دي 15 سنة فجي عمير ابن أبي وقاص في يوم غزلت بدر داخل وعايز يجاهد في سبيل الله 12 سنة جماعة النار دا في ستة ابتدائم يعني ممكن تكون أقصى أحلامه وطموحاته فخبالك إنك تجيل مجلدات بتاعك ميكي موس وتانتان وميكي جيب وسامير وفطوطة وبطوطة وبلايستيشن واتاريو حاجات كده خبالك لأ درايح عايز يجاهد في سبيل الله شوف العزة حاجة عجيبة جدا يعني فعارف ان نبع يرده خبالك وعارف بصفاقا ان النبع يرده فالنبي موقف في الصفوف عشان بيستعرض الصفوف كده يتطمن على الحوال المجاهدين وإذا كان واحد صغير بيلده فبص لقى التوب بتاع ساعد ابن ابو وقاس بيتحرك يمين وشمال فالنبي موقف عشان استغرب فعارف ان في حد واقف ورا ساعد فبص ورا ساعد فلقى عمير ابن ابو وقاس قدي كده فرح قال له ارجع فعمير ابن ابو وقاس ايه قال له ايه يعني قال له يا رسول الله لا تحرمني الشهادة ورح معي ايه ده اتناشر سنة بيقوله لا تحرمني الشهادة ومعيه وبتستغرب ليه طب ما بص على اولادنا من اهل فلسطين عشر سنين وقف بحجر قدام دبابة طب ما دي اكتر كمان وخبالك يعني ما تستغربش الموقف ده لان الياردة عندنا اطفال فلسطين قصدي رجال فلسطين اللي وقفين حاجة يعني حاجة صعف يعني يعني ولا في الخيار طفل وقف بحجر والتاني وقف برشراش ولا وقف ورا الدباب ورغم زيك هو اللي خاف من الطفل فالمم ساعد بن ابو وقاس عمير بن ابو وقاس قال له يا رسول الله لا تحرمني الشهادة فسألنا ساعد قال له لا تحرموا الشهادة يا رسول الله فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعد يعقد له حماء للسيف ولما يشير السيف بيجرجر منه فكان يحطوله كده ويجبوله على جمه فدخل فقاتل فقتل فكان شهيدا بفضل الله في غزوة بدر رضي الله عنه وارضاه ان شاء الله نكمل بقى الباقة العطرة من علوه وهمة الصبيان في الحلقة بتاعت بكرة ان شاء الله ألقاكم على خير وربنا يبارك فيكم جميعنا رب العالمين ونكون دايما كل يوم في علوه وهمة ان شاء الله حتى نصل إلى الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله يكون ترجمة نانسي قنقر